السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم متابعي الشيوات راديا نتمنى تكون على خير و باخر يا رب يوم شاء الله نقترح لكم سباقتي بالدجاج و هالفيديو ما غاديش نكون فيه بوحدة غادي ترافقني صديقتي راباب من قناة راباب في البيت و هي بدورها غادي تقدم لكم قغطان بليبات كي جي اكتر من رائع نخليكم دا بتعرفوا على القناة ديالها هذي هي قناة راباب في البيت قناتها رائعة جدا و جد جد متنوعة غادي تلقاوا فيها فيديوهات متنوعة من روتينات طبخ عناية بالبشرة القناة ديالها زوينة زوينة بزاف كنتمنى انكم تزوروا القناة ديالها وتشجعوها بليلايك وتشتركوا في القناة خليكم دابا مع الوصفة اللي غادي تقدم لكم راباب انا هنا غادي نوري لكم طريقة و المقاعدين في نص الوقت هنا درت الماء كي يغلى و درت فيه شوية ديال الملح و كذلك غادي ندير شوية ديال الفلفل اسود ممكن تزيدوا حتى ورقة تيدنا موسى ان هنا ما كانتش متوفرة عندي ما درتهاش و غادي ندير هنا ديالي بات عندي 500 جرام و غادي نزيد عليهم كذلك شوية ديال زيت هنا في واحد المقلات حكيت جوج حبات ديال البصل كي يكونوا متوسطين و غادي نزيد عليهم هنا الزيت نخلط بابين زيت عادية و زيت زيتون و غادي ندير كذلك توابل هنا شوية ديال اللي بزار الملح و كذلك سكينجبير كنضيفه غير شوية و شوية ديال كامون و منسو شوية ديال الخرقون و جوج ريوس ديال توما صافي غادي نخلي دابا هات البصل حتى كتشحر مزيان كنخلي واحدة كتشحر مزيان كنزيد عليها صدر ديال الجاج عندي هنا صدر ديال الجاج قطعت و طريفات و غادي نخلي واحدة كي يطيب حنا من بعد ما طب الجاج غادي نزيد ليه تاتة الحبات ديال ماطيشا اللي حكيتهم هنا ما غاديش نستعمل ماطيشا ديال الحك غادي نستعمل غير ماطيشا العادية و كنخليوها حتى كتطيب نزيان هاد لاصوس و كتعقاد و من بعد ما كنطفيو عليها عاد كنزيدو لها شوية ديال المعدنوس صافي و كنديرو سباقيتي و كنزيدو لها شوية ديال المعدنوس و كنقدموها بصحة و راحة ممكن ترشو عليها من فوق شوية ديال الجوبل أنا كنخليها كاعدية كتعجبني كنتمنى الوصفة دياليوم تكون لاتلعجاب ديالكم و إلا كانت هذي أول زيارة لكم للقناة ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو و كذلك تشتركوا في القناة و بالضغط على زر الاشتراك و تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة شكرا لكم على المشاهدة و إلى وصفهم قليلة بإذن الله و السلام عليكم